فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ألا يخشى أيضا أن يكون هؤلاء من من قراء للناس مثل ما قال مبارك أنتم قراء المفتدع تقرأوا للناس ولا تقرأوا لله المبالغة في التزيين أنه يكون من حظ النفس والمراءة ويخشى من هذا هذا واقع أن هذا من باب المباهات ومن باب ظهار حصن الصوت وجلب الناس إلى مسجده فإذا كان هذا هو المقصود فالأمر خطير أخطر مما سفق فهذا رياء والرياء يفسد العمل